من هو هامان؟ اجتمل التاريخ الإنساني على قصص وسير كثيرة لعدد من القادة والزعماء الذين حكموا البلاد وساسوا العباد في أماكن وأقطار مختلفة عبر العالم وقد كان من هؤلاء القادة من تمتعوا بالأخلاق الحسنة والصفات الكريمة على الرغم من سلطانهم العظيم وملكهم الكبير ومثال عليهم ذو القرنين ومن هؤلاء القادة من كان سيء الطباع وخبيث العقيدة ضال للفكر ومتجبرا متكبرا ومثال هذا الصنف فرعون الذي حكم مصر في الأزمان القديمة فقد وصل به التجبر إلى إدعاء الألوهية من دون الله تعالى وهذا قمة التجبر والطغيان والشرك وقد عاونه في ذلك حاشية سولت له أعماله وزينتها في نفسه كما أطاعته في كل شيء ومن تلك الحاشية كان هامان وزير فرعون فمن هو هامان وما هي سيرته في القرآن الكريم ورد ذكر هامان في القرآن الكريم كواحد من أهم حاشية فرعون حيث كان وزيرا لفرعون يستشيره في أمور البلاد والعباد وينفذ أوامره ويطيعه طاعة عمياء وقد اشترك هامان بلا شك في جرائم فرعون العديد اتجاه شعبه واتجاه بني إسرائيل المستضعفين في الأرض حينما كان يقتل أبناءهم ويستحيي نساءهم عندما بعث الله سبحانه وتعالى نبيه موسى عليه السلام وصلت فرعون أخبار الرسالة والدعوة إلى التوحيد ساء فرعون ما سمعه من دعوة موسى عليه السلام الناس إلى عبادة الله تعالى وحده والإشراك به فهو يدعي الألوهية ولا يرى للمصريين آلهة غيره بذلك نادى فرعون في طلب هامان وأمره أن يبني له الصروح العالية من الطين والآجر وأن يوقد عليها في النار سعى فرعون من بناء تلك الصروح أن يصعد إليها حتى يطلع إلى إله موسى بزعمه وضلاله فهو يعتقد أن موسى عليه السلام يكذب في دعوته فشرع هامان بعد ذلك بتنفيذ أوامر فرعون وبناء الصروح له واشترك معه في كل الجرائم لذلك ذكر الله تعالى اسمه مع فرعون وقد كان هامان ممن هلك في اليم مع الهالكين درس علم الآثار الفرنسي مول موريس بوكاي المخطوطات الهيروغليفية القديمة للبحث عن اسم هامان فيها وبعد البحث والتحري وسؤال المتخصصين راجع بوكاي كتاب يجتمل على أسماء الشخصيات في المملكة القديمة في مصر وقد ورد في تلك السجلات اسم هامان بالفعل ومعناه يشير إلى رئيس عمال المقالع وهذه المهنة تقارب ما ذكره الله تعالى في القرآن الكريم حينما أمر فرعون هامان ببناء الصرح وبالتالي يكون مسؤولا بالفعل عن البناء في عهد فرعون